تلميز الصف السادس الابتدائي في كل محافظات مصر أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مدرسة على الهوى حلقة جديدة من حلقات الجغرافية لصف السادس الابتدائي طبعا احنا ممتدي من أول ترم بنتكلم عن الوحدة الأولى والنهاردة آخر درس عندنا وهو بيتكلم عن التنمية البيئة الصحراوية فكركم بسرعة بيئة الصحراوية اللي اتكلمنا عنها قبل كده هي مساحتها 96% وبتنقسم عندي إلى 3 أجزاء الصحراء الغربية 68% الصحراء الشرقية 22% وأخيرا شبه جزيرة سيناء وهي 6% تكلمنا عن حاجات كتير قوي عن الخصائص الطبيعية وعن السكان والعادات والتقاليد والدرس اللي فات او الحلقة اللي فات تكلمنا عن الأنشطة الاقتصادية في البيئة الصحراوية النهاردة بقى درس مفيد جدا درس احنا محتاجين نفهمه كويس قوي علشان نعرف الدرس ده لو في هناك كويس هو ده مستقبل بلدنا ازاي نعمل تنمية للبيئة الصحراوية ايه هي جهود الدولة علشان تهتم بالبيئة الصحراوية وايه هي المشكلات اللي موجودة وبنحاول دلوقتي ان احنا نعالجها طبعا الصحراء الغربية والصحراء الشرقية والصحراء بصفة عموما عندنا هي مستقبل مصر القادم ان شاء الله طبعا نظرا لوجود موارد طبيعية كتير قوي فيها ومشروعات اللي بنعملها دلوقتي او بتعملها الدولة علشان تهتم باستصلاح اكبر قدر من الاراضي الصحراوية ونحولها الى اراضي زراعية طيب تعالوا نبصوا مع بعض كده على تنمية البيئة الصحراوية ونشوف مع بعض ان فعلا الصحراء اللي موجودة عندنا هي مستقبل بلدنا وده طبعا خلي بالك بنحاول ان احنا نستصلح اراضي كتيرة جدا اراضي صحراوية علشان نخف الضغط على المحافظات الوادي والدلتا لان طبعا انتوا عارفين ان كل السكان بيتركزوا حول نهر النيل حول الوادي او في الوادي والدلتا وطبعا نظرا لوجود مقاومات كتيرة جدا طيب تعالوا قبل ما نتكلم عن ازاي نعالج هذه او نعالج مشكلات البيئة الصحراوية وازاي نهتم ونعمل تنمية البيئة الصحراوية تعالوا نشوف الاول ايه هي مشكلات البيئة الصحراوية اول مشكلة موجودة عندي على الشاشة تعالوا نبصوا مع بعض عليها وهي نضرة الامطار نضرة المياه مفيش ماية كتير موجودة هناك تاني مشكلة عندي وهي حركة الرمال وطبعا هنتكلم عن كل الحاجات دي دلوقتي تانت مشكلة موجودة وهي السيول وهنعرف يعني ايه السيول كمان شوية واخيرا تملح التربة يجيلك سؤال في الامتحان اكمل من مشكلات البيئة الصحراوية واحد اتنين تلاتة اربعة يبقى نضرة المياه حركة الرمال السيول وتملح التربة تعالوا كده طلابنا الشطار نعرف ونشوف قلة المياه ونضرة المياه في البيئة الصحراوية طبعا الامطار هناك قليلة جدا طيب هل قلة الامطار وقلة المياه ونضرة المياه اللي موجودة بيؤثر على البيئة الصحراوية وعلى الحياة هناك طبعا لان قلة المياه او نضرة مياه الامطار في المناطق الصحراوية تؤثر سلبا سلبا يعني ايه؟ يعني بطريقة سيئة او بطريقة سلبية بتأثر بطريقة مش كويسة على النباتات لان طبعا فيه نباتات كتير بتموت وفيه طبعا ما بنقدرش ان احنا نزرع بشكل كبير في مناطق كتير جدا في البيئة الصحراوية لابا دا اول سؤال عندي لو قلت مثلا بما تفسر او ما النتائج بلاش بما تفسر ما النتائج المترتبة على نضرة مياه الامطار في المناطق الصحراوية هنقول ان ذلك يؤثر سلبا او بطريقة سلبية على النباتات السؤال التاني بص بقى وركز معيك ويسأل منسوب المياه في القابار اللي موجودة في البيئة الصحراوية بينخفض هذا المنسوب في البيئة الصحراوية طب ليه؟ ايه السبب؟ طب انا دلوقتي حفرت بير في البيئة الصحراوية طيب وبعدين؟ بعد ما حفرت البير دا بدأت من ان احنا ناخد المياه منه بس بناخد مياه بكميات كبيرة جدا بناخد مياه بطريقة مسرفة الاسراف في استخدام المياه خاصة في الزراعة بعد شوية منسوب المياه اللي موجود في البيئة دا هيقل بسرعة وبالتالي هتحصل مشكلة كبيرة لو حد مثلا حافر بير كبير علشان يزرع الارض بتاعته لو قل المياه او قلت المياه في البيئة دا طبعا هتبقى مشكلة كبيرة عنده في الاراضي بتاعته اذا السؤال نرجع مع بعض نشوفه تاني هنا لو قال لي بما تفسر ينخفض منسوب المياه في الآبار هنقول بسبب الاستهلاك الزائد في المياه او الاسراف في المياه خاصة في الزراع تاني مشكلة عندي هي حركة الرمال خلي بالك بقى من الحتة دي هو يعني ايه حركة الرمال بص بقى وركز كويس حركة الرمال هي ايه وجود كميات كبيرة جدا من الرمال المفككة كميات كبيرة من الرمال المفككة التي تقوم الرياح بتحركها بيها قوية بتحرك الرملة المفككة الضعيفة البسيطة دي من اين من مكان الى مكان اخر يعني ممكن يبقى في المكان ده في عندي ارض بتزرع بيئة زراعية محاصيل زراعية في المكان ده فتقوم الرياح جاية من هنا اخدت الرمال اللي موجودة المفككة من الحتة دي واخدتها ومشيت بيها وثابتها عند الارض الزراعية فحركة الرمال هنا هتؤثر بشكل سلبي على المحاصيل الزراعية اللي هناخدها دلوقتي يبقى ده بيفسد التربة ويفسد المحاصيل الزراعية اذا حركة الرمال تعال نشوفها مع بعض تين حركة الرمال هي وجود كميات كبيرة من الرمال المفككة تقوم الرياح بتحركها من مكان الى مكان اخر خلي بالك وتؤثر على النباتات والمحاصيل الزراعية طيب تعال نشوف مع بعض كده دي صورة بتؤثر لو احنا خدنا بالناها كده من الصورة دي هنلاقي ان فيه تراكم الرمال على الطريق طرق لان هنا الرملة دي لما الرياح بتحركها من مكان لمكان بتعطل الطرق الطرق دي لو فيه عربيات ماشية عليها هتلاقي الطرق كلها وقفت ليه؟ لان منفعش العربيات اللي هي العادية تمشي على الرملة بالشكل ده لان ممكن بسهولة جدا ممكن تعمل حادثة لقدر الله طيب يبقى هنا بتعطل حركة الايه؟ حركة المرور طيب تعال نشوف مع بعض كده النتائج المترتبة على حركة الرمال في البيئة الصحراوية اول حاجة اتلاف الحقول الزراعية مزبوط فعلا لما بيحصل حركة الرمال بفعل ريح بيتلف يعني بيبوز او بيفسد يعني النباتات او المحاصيل الزراعية اللي مزروعة بتبوز نتيجة حركة الرمال يبقى اتلاف المحاصيل الزراعية اتنين تعطيل حركة النقل فيش عربيات هتيمشي على الطريق زي احنا عندنا طبعا طرق كبيرة جدا زي مثلا طريق الصعيد اللي هو القاهرة اسوان الصحراوي ده طريق صحراوي فص الصحرا وفي عندنا طريق قاهرة سكندرية الصحراوي في طرق كتير صحراوية موجودة عندنا طرق دي معرضة جدا هي تتعرض لرياح قوية وحركة الرمال وممكن تقف او تحصل فيها مثلا ان الرمال تتراكم على هذه الطرق طيب اخر حاجة هي ردم الابار وزيادة التصحر ردم الابار يعني بعض الابار ممكن الرمال دي تتحرك من مكان لمكان بفعل الرياح او بسبب الرياح وتعمل على ردم الابار يعني تنزل جوه البير اللي فيه مية وهنا طبعا بيقل استخدام المية اللي موجودة في البير وزيادة التصحر طبعا فيه ناس بتسألني هو يعني ايه تصحر الصحور اللي هو بتاع رمضان ده لا طبعا التصحر جاء من كلمة الصحرة ان تصبح الارض الزراعية غير قابلة ها لإيه للانتاج هتصبح غير قابلة للانتاج لما هنجبر ان شاء الله شوية سنة جاء ان شاء الله في قول عددي هنعرف ايه اسباب التصحر وهنعرف الاسباب الطبيعية والاسباب البشرية للتصحر طيب تعالي نشوف مع بعض يعني ايه التصحر هو التدهور التربة الزراعية وانخفاض قدراتها الانتاجية السؤال ده بيجي في امتحانات كتير بسرعة اكتب السؤال ده عندك في الكراسة الكراسة بتاعتنا ها تدهور التربة الزراعية وانخفاض القدرة الانتاجية بتاعتها يعني الارض بتبوز ومش بنقدر او مش بتدينا الانتاج اللي احنا بنكون متوقعينه من هذه الارض يبقى انا عندي التصحر هو تدهور التربة الزراعية وانخفاض القدرة الانتاجية طبعا دي صورة واضحة جدا يعني بتبين قد ايه الارض دي حصل فيها تصحر يعني الارض ما بقتش تزرع الارض جافة حتى بالمصطلح كده الريفي بيقولك ان الارض شققت شققت يعني بقى فيها شقوق خلاص بقت غير صالحة للزراع وطبعا ده بيكون يعني الاسباب كتير منها طبعا الجفاف ايضا وقلة المياه وهنا برضو بنقول حركة الرمال بتصبح ايضا او بتأثر على التربة الزراعية طيب رقم 3 السيول خلي بالك هو يعني ايه السيول 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 هي الامطار الغزيرة جدا عندنا في شبه جزيرة سيناء بتنزل مطر او بينزل مطر فجائي فجأة بشكل كبير جدا جدا في وسط سيناء فكان بيغرق الاراضي اللي موجودة وبيطلف المحاصيل الزراعية اللي موجودة والحياة هناك كده تبقى صعب قوي يعني من كم سنة كده كان حصل في شمال سيناء وكان حصل سيل قوي جدا في شمال سيناء في محافظة او مدينة العريش فوق خالص وكانت يعني شعاز اقوله السيل كان عامل ازاي كان شكله مرعب جدا طيب السيول هي الامطار الفجائية الغزيرة اللي بتنزل وتؤثر ايضا على الحياة في البيئة الصحراوية طيب وطبعا اخر حاجة كانت حصلت اللي هو سيول رأس غارب لما حصل طبعا نزلت المية بقوة وغرقت مدينة رأس غارب طيب تعالي نشوف مع بعض كده النتيجة المترتبة على السيول يعني لما ينزل المية بشكل فجائي عن طريق الامطار وتتخزن في مناطق معينة وتنزل بقوة على الاراضي او على الاودية المنخفضة بيحصل ايه بقى ايه النتيجة المترتبة على حدوث السيول تعالي شوفها مع بعض كده النتائج المترتبة على حدوث السيول خلي بالك هيجي لك نتائج مترتبة يقولك النتيجة ركز في الحتة دي لو جاب لك سؤال في الدرس ده هيقولك النتيجة المترتبة على السيول او حركة الرمال او نضرة المياه خلي بالك من الاسئلة دي طيب هنا السيول لما بتحصل بتؤدي الى ايه واحد تدمير الحقول الزراعية والمباني لسه ايلانها دلوقتي يعني لو واحد عنده اراضي زراعية وزارع محاصيل معينة هو هنا في اللحظة دي لما يحصل سيل هتغرق كل الاراضي الزراعية بتاعته وهتدمر المباني اللي موجودة ايضا تدمير الطرق مما يؤدي الى تعطيل حركة النقل ايوان صح سليم الكلام ده فعلا لان المياه ممكن تنزل على الطرق الصحراوية اللي احنا لسا قللين عليها من شوية وتعمل ايه توقف الطرق وتوقف الدنيا خالص طبعا دي صورة لبعض السيول اللي موجودة عندنا في البيئة الصحراوية وبعض المناطق اللي هي طبعا زي ما شايفين المياه بتنزل من المناطق المرتفعة وبتنزل بقوة على المناطق المنخفضة او الاودية المنخفضة فطبعا ده بيؤثر بشكل كبير جدا على الحياة هناك يعني مثلا دي عربية مثلا اللي هي الكبيرة اللي هي الجيب الكبيرة او الفور باي فور الكبيرة دي لو هي موجودة في الوقت ده حد بيعمل سفري ولا حاجة طبعا مش هيعرف يتحرك بالعربية وزي ما انتو شايفين بيحصل تدمير للحياة في هذه المناطق طيب يبقى عندنا خلي بالك اتكلمنا عن ثلاث حاجات نظرة المياه اتكلمنا كمان عن السيول واتكلمنا عن او هنتكلم دلوقتي عن تمالح التربة تمالح التربة دي خلي بالك يعني عندنا اربعة نظرة المياه وحركة الرمال والسيول واخيرا تمالح التربة طب يعني ايه تمالح التربة طب هو لما يبقى فيه مياه عندنا ملحة لو احنا مثلا جبنا مياه ملحة كده وجبنا حلة من عندنا من المطبخ طبعا ده بيشراف ماما وبابا لازم طبعا فعش تعمل انت لوحدك وجبت المياه الملحة دي وسخنتها لدرجة الغليان هتلاقي ان المياه بتتبخر وبيفضل الملح تحت خالص فيه قاع الحلة اللي انا عايز اقولك عليه ان في المناطق اللي عندنا في البيئة الصحراوية بيحصل حاجة اسمها تمالح التربة ان بيتبخر المياه او بتتبخر المياه اللي موجودة ويستقر الملحة على التربة اصبحت التربة عندنا او سطح التربة هو سطح مملح مملح يعني به املاح مش هتخلي التربة تزرع كويس طيب يبقى عندي تمالح التربة تراكم الاملاح ركز فيها تراكم الاملاح على سطح التربة وداخل مسامها بسبب ايه تبخر المياه واستقرار الملحة على سطح التربة ودي صورة طبعا لبعض المناطق اللي هي بيحصل فيها تمالح او التربة بتكون مملحها فما بتزرعش كويس او بتبقى بيزة خلاص التربة دي ما بينفعش ان هي تزرع فيها الا بعد ما تعالج بطريقة معينة طيب احنا عرفنا المشكلات الدولة عندنا بتعمل ايه علشان تقوم بتنمية البيئة الصحراوية وتحتم ايضا بايه تحتم بعلاق هذه المشكلات طيب نشوف مع بعض ازاي هتعالج نظرة الماء ازاي هتعالج حركة الرمال ازاي هناخد بالنا من السيول ونعالج النقطة دي طب مش هنمنع السيول ولكن هنطقي يعني هنعمل زي ايه ناخد بالنا يعني في بعض الحاجات اللي تتعمل كده عشان ناخد بالنا واحنا متوقعين ان السيلي ييجي زي مثلا السدود اللي هنتكلم عنها زي سدس مسد الروافعة هنتكلم عنه كمان شوي طيب طيب نشوف مع بعض كده ازاي نهتم بالبيئة الصحراوية ونعمل لها عملية تنمية وكمان ازاي نحل المشكلات دي طيب هنا طبعا حفر الابار العميقة اللي موجودة عندنا في مناطق الاصلاح الزراعي على فكرة انا عايز اقول لكها لحيا في بعض المناطق عندنا احنا يعني مناطق مثلا صحراوية بس ينفع ان احنا نزرع في المكان ده خلي بالك طيب لما نزرع في المكان ده لما نعايزين نزرع هنا يبقى لازم يحصل ايه ان احنا نجيب بير عارفين يعني بير نحفر بير في الارض علشان ها نطلع مية ونزرع الاراضي دي وهنا هنرجع نشوف بقى رقم واحد اللي هي ايه استصلاح الاراضي الصحراوية دعا نشوفها مع بعض كده على الشاشة الاهتمام بمشروعات استصلاح الاراضي في البيئة الصحراوية اه يبقى دي رقم واحد الاول انا هعمل الخطة او الدولة بتعمل خطة تستصلح الاراضي ها في البيئة الصحراوية تمام اه طيب هنعمل ايه بقى تانية المرحلة بقى التانية او الخطوة التانية حفر الابار العميقة في مناطق الاستصلاح الزراعي زي مشروع اسمه شر العوينات خدت بالك يبقى هنا هنرجع تاني بص واحد الاهتمام بمشروعات استصلاح الاراضي في البيئة الصحراوية اهى شايفين المشروعات الجميلة اللي بتتمي في البيئة الصحراوية تمام اهو الراجل ده واحد بيجيب مية من الابار او من البيئ طيب اتنين حفر الابار العميقة في مناطق الاستصلاح الزراعي زي شرق العوينات خدمها السنة اللي فاتت طب تلاتة اه شايفين البيئ الجميل الصورة دي اه ده بير بيحفوروا في باطن الارض عشان يوصلوا للمية الجوفية طب رقم تلاتة انشاء شبكة من الطرق لتسهيل حركة التجارة ونقل الركاب طب يعني ايه طب بصي هقولك على حاجة مش احنا عندنا محافظات ما محافظات الحدود مش عندنا محافظة كبيرة اسمها اللي وادي الجديد ها فيه هناك طبعا منخفضات وفيه وحات كتير قوي وفيه واحد سيوة سهل قوي دلوقتي ان احنا نروح للوحات دي طب نروحها عن طريق ايه طبعا ممكن عن طريق طيران وممكن عن طريق كمان العربيات اه ممكن نسافر عن طريق مثلا الاتوبيسات الكبيرة طب هي الاتوبيسات دي مش محتاجة طرق اه الدولة بتعمل كده بتنشئ شبكة قوية من الطرق في البيئة الصحراوية سواء الصحراء الغربية او الصحراء الشرقية او شبه جزيرة سيناء جواها طب ليه مستر لربط محافظات الصحراء او المناطق الصحراوية او الواحات بايه ها بالوادي والدلتة وانه تربط بينهم وبين بعض يعني هتلاقي فيه طريق بين الدخلة والخارجة انا مشيت فيه بعربية هتلاقي فيه طرق بين الخارجة ومحافظات تانية موجودة هتلاقي فيه طرق بين الفرفرة وسيوة بين سيوة ومطروح فيه كل دي طرق صحراوية موجودة طيب يبقى الدولة هنا بتعمل ايه؟ بتعمل شبكة قوية من الطرق ليه؟ لربط محافظات الحدود او ربط المناطق الصحراوية بالايه؟ بالوادي والدلتة طيب تعالي شوفها مع بعض هنا انشاء شبكة من الطرق عشان تساهل طبعا حركة التجارة ونقل الركاب لربط الصحراوية بالوادي طيب تعالنا شوف مع بعض تاني حاجة موجودة الاهتمام بالمحميات الطبيعية هو يعني ايه محمية طبيعية؟ طبعا احنا في سنة خمسة اتكلمنا عن المحميات الطبيعية وعرفنا ان المحمية الطبيعية دي حاجة الدولة بتعمل حولها زي سور مثلا او حاجة كده علشان مكان معين فيه يا اما حيوانات نادرة يا اما نباتات يا اما مثلا في البحر الاحمر اسماك وشعاب مورجانية كل اسمها محميات طبيعية طب في الصحراء هنلاقي اسماك وشعاب مورجانية؟ لا تعالا بقى نشوف قال لي ان في عندي محميات طبيعية في البيئة الصحراوية وموجودة في مصر عندنا بنحتم جدا جدا بيها زي ايه؟ اسوان عاصمة الشباب الافريقي زي ما طبعا اطلق عليه سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على اسوان عاصمة الشباب الافريقي خلي بالك الحتة اللي جاية دي هناك فيه جزيرتين اسمهم جزر سالوجة وغزال تعالا بصوا مع بعض كده على الشاشة عليهم اهي اول حاجة محمية جزر سالوجة وغزال في اسوان اتنين محمية الزرانيق ودي موجودة في شمال سينا ومحمية ودي الريان في الفيوم بنا عندي هنا تلات محميات اهل اسوان الجمال الحلوين الشطار الطلاب الشطار هناك عارفين جزيرة سالوجة وغزال شمال سينا عارفين محمية الزرانيق موجودة هناك وعارفنا كويس محمية ودي الريان مشهورة جدا في الفيوم وناس كتير قوي بتحب تروح تزورها طبعا على الخريطة قدامنا لو احنا بصينا هنلاقي انا هشاور لكم اهو تحت خالص عند اسوان هنا محمية طبعا سالوجة وغزال نطلع فوق خالص عند الزرانيق هنا في شمال سينا ونروح على الفيوم حيثوا وادي الريان طبعا دي التلات مناطق اللي فيها محميات طبيعية طيب الدولة كمان بتعمل حاجة اسمها استزراع الكثبان الرملية بنزرع الكثبان الرملية المفككة اللي موجودة جنوب واحد سيوة تحت في جنوب واحد سيوة طب ليه خلي بالك هناك فيه رمال مفككة قابلة للحركة بفعل الرياح هناك بنعمل بنزرع بعض النباتات زي مثلا نبات اسمه السيسل لا ودي طبعا مش مقررة علينا السنة دي هي معلومات إثرائية نبات دا بيعمل على تسبيت الرمال والدولة بتقوم بزراعة هذه النباتات لتراقب حركة الرمال وتسبيت حركتها على طبعا نشوف حاجة تانية عشان نعالج السدود أو السيول بنعمل سدود خلي بالك نعالج السيول نعمل سدود طبعا هنعمل السدود زي السادر علي لا استنى دا السدود دي علشان ناخد بالنا ويحمينا من خطر السيول طب تعال نشوف مع بعض كده زي السدود دي زي ايه طبعا أهمية السدود اللي موجودة لحجز المياه والاستفادة منها بدلا من اهدارها يعني بدلا ما المياه كده تروح طبعا انتوا عارفين ان مياه السيول مياه الأمطار مياه عزبة ممكن لو احنا خزناها لو احنا عملنا سد وحجزناها نقدر نستخدمها في كل نواحي الحياة مياه عزبة مياه نضيفة زي سد عندنا على وادي العريش اسمه سد الرافعة يبقى انا عندي هنا سد اسمه سد الرافعة وده موجود عندي هناك على وادي العريش يبقى انا عندي هنا السدود مهمة جدا خلي بالك يبقى انا عندي هنا زي ها وادي العريش السدود اللي موجودة زي سد الرافعة طيب عايز اقول لك على معلومة مهمة جدا هل احنا عندنا بعد كده نقدر ان احنا كشباب بعد كده لما نجبر نفكر ونعمل استصلاح لهذه الأراضي الصحراوية أو إلا كهو يعني احنا ممكن بعد كده لما انتوا طبعا ان شاء الله لما تجبروا كده وتدخلوا الجامعة وتتخرجوا أيوة بص برا الصندوق حاول ان انت تعمل ايه بقى ان انت تروح تاخد حطة أرض مثلا في الصحرا وتزرع وتشتغل فيها طبعا هتبقى حاجة جميلة جدا موارد كتيرة جدا جدا موجودة هناك طلاب الشطار خلي بالكم يبقى احنا عرفنا المشكلات اللي موجودة عندي عندي كم مشكلة عندي أربع مشكلات نظرة المياه حركة الرمال عندي السيول وتملح الطرب عرفنا كل مشكلة وعرفنا كمان ازاي نحل هذه المشكلات طيب زي مثلا السؤال ده بيجي دايما في المتحان عشان كده انا عايزكم تكتب السؤال ده لان ده بيجي في المتحان قوي ياريت نجيب تاني على شاشة ونشوف السؤال ده اللي هو انشاء السدود على الاودية هنا السبب ايه تتعرض او انشاء سدود على الاودية اللي بتتعرض للسيول تمام طبعا ليه لحجز المياه والاستفادة منها بدل من اهدارها زي سد الروافع على وادي العرش يبقى انا عندي هنا الحتة دي مهمة جدا خلي بالك خلي بالك من الحتة دي لان دي بتيجي في المتحانات كتير قوي وكمان عندي السؤال مهم جدا اكتبه معايا عشان السؤال ده مهم خلي بالك اهو نشوفه مع بعض اقامة مشروع استزراع الكثبان الرملية نكتبه مع بعض التاني عشان ده مهم جدا هنا بنعمل ليه مشروع استزراع الكثبان الرملية جنوب واحد سيوة اهو بديك فرصة تكتب السؤال معايا ليه لتسبيت الرمال ومراقبة حركتها على الطرق تمام يبقى انا عندي السؤال ده مهم جدا طيب نشوف سؤال تاني برضو نكتبه له ان ده طبعا سؤال بيكون قوي جدا اهم المحميات الطبيعية خلي بالك الحاجات دي بتيجي في المتحانات كتير قوي محمية جزر سالوجة طيب حقولك على حاجة بيجي لك سؤال مثلا هنقولك ايه يقولك اختر من او مما مثلا بين القوسين من اهم المحميات الطبيعية والتي توجد في الفيوم ها وجاب لي مثلا سالوجة واد الريان الزرانيق ها وعندي غزال طب حنكتبه فيوم يبقى واد الريان ما هيكلها محميات وممكن يلخبطك يقولك كل ما سبق كل ما سبق خلي بالك غلط لو قل من المحميات الطبيعية في مصر عندنا وجاب لي جزيرة سالوجة غزال الزرانيق كل ما سبق ها خلي بالك من الحتة دي طيب في حتة تانية كمان دي مهمة جدا اهي بما تفسر بما تفسر اكتب معايا السؤال ده انشاء شبكة من الطرق عندنا في البيئة الصحراوية انشاء شبكة من الطرق في البيئة الصحراوية ايه السبب اكتب لي الحتة دي تمام يبقى انا عندي هنا نقل الركاب ها لربط الصحراو بالوادي والدلد طلاب الشطار في كل مكان طلبة صف السادس اللي ابتداي هنطلع فاصل ونرجع نكمل مع الدراسات الاجتماعية للصف الاول الاعدادي استنونا بقى الاسبوع الجاي وناخد درس جديد في البيئة الساحلية استنونا كمان بعد الفاصل طلبة طالبات الصف الاول الاعدادي نطلع فاصل مرغالوكو مرغتاني